اشتركوا في القناة في السباق الرمضاني 2021 تميز معطاء أفكار إبداعية وخلاقة قامت عليها مملكة البحرين ممثلة في وزارة شؤون الإعلام من خلال فتح الباب أمام الدرامة الخليجية لتصور وتنتج أعمالها في القرية التراثية التي تجسد مبانيها حقبة من الزمن عاشتها البحرين في القرن الماضي لتصبح بذلك الوجهة الأبرز للأعمال الفنية الخليجية التي تحاكي تلك الحقبة لتدفل من خلالها السباق الرمضاني لهذا العام قرية التراثية يأتي امتداد لقرية المالشية كانت برؤية سعادة الوزير علي بن محمد الرميحي أن ننشأ قرية تواكب اللي هو تاريخنا والتاريخ الخليجي بشكل عام من أقبل برنامج السارية اللي انعرض في الرمضان صار تسويق كبير حق اللي هو القرية التراثية تصوير اللي هو مسلسل حياة الفهد اللي راح ينعرض في 2021 رمضان 2021 وتم تصوير اللي هو عدد حلقات داخل القرية التراثية وبكوكبة ونجوم الخليج مشتركين معها وحاليا فيه أكثر من عرض حق اللي هو التمثيل في القرية التراثية القرية التراثية بما تضمه من مباني متميزة تنقل المشاهدة إلى زمن الأجداد وتفاصيل حياتهم الماضية فقد حرص القائمون على القرية التراثية أن تكون نسخة مصغرة لطبيعة الحياة في البحرين بشكل خاص والخليج العربي بشكل عام على اعتبار أن الظروف الحياة فيها متشابهة رمضان في البحرين موجودة من السبعينات وفي عدد من المسلسلات المصرية صورت عندنا نحن في البحرين كترويج نفس العملية هو كترويج حق مملكة البحرين بالإضافة اللي هو حق المسلسلات الخليجية الغديمة جزء كبير منها تمثل داخل مملكة البحرين وحتى الستاف مالنا نحن معروف ستافنا يعني كفنيين صوت إضاءة إخراج فكلهم كانوا يشتغلون في هذه العمال كجزء من العمال اللي صارت في البحرين صممت الغرية مثل ما حبينا نحن نسويها اللي هي في حقبة زمنية معينة تواكب التاريخ الخليجي فصممت على هذه الأساس على أساس نشجع دول الخليج يساون مسلسلاتهم التراثية بمشاركة خليجية أو مشاركة بحرينية نعم أعمال فنية خالدة تحمل بين طياتها بصمات بحرينية بامتياز قام عليها فريق فني بحريني بمعية الكوادر الفنية العربية التي اختارت البحرين لتكون وجهتها للإنتاج الدرامي ففي سبعينيات القرن الماضي تم تصوير ثلاثة مسلسلات مصرية في البحرين بالكامل بمعية طاقم بحريني متميز استطاع أن يؤكد على قدرة أبناء البحرين على الإبداع والتميز هذه القرية هي استكمال لمسيرة متميزة في استغطاب العديد من أبطال الفن في مجال الدراما والتي انطلقت شرارتها الأولى في سبعينيات القرن الماضي وها هي اليوم تفتح الباب على مسراعي أمام النجوم الخليج لإنتاج دراما تتصل بذلك الزمن الجميل والتي تجسدها القرية التراثية بتفاصيل دقيقة وجميلة خولة لكرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين